ممكن أبدأ بسؤال مدخل مقدمة مع الدكتور عمين فرقة حاجة من مبارح للنهاردة في احتمالات بايدن زادت قالت ايه مشاهداتك يعني أولا أن احنا عندنا فرق يزيد عن 4 مليون صوت في التصويت الشعبي بالنسبة لبايدن فقلنا أن فيه زخم كبير يعني شعبي في الدولة الأمريكية ككل الجانب الآخر أنه حصل تغييرات شوية في زيادة الفروق في الولايات اللي كنا مبارح شايفين أنه جاري لبايدن فيها نصيب أكبر أو زي ما بيقوله تجعل له فرصة للباث أو طريق للرئاسة على عكس ترامب اللي بفرصه عملت دي وبقت نفادة 11 ألف صوت فرقين احنا بنتكلم في أرقام مبارح كنا بنتكلم على أقل من كده بكتير ونفس الحكاية في أريزونا دلوقتي بقى يعني نصيب ترامب أنه لازم ياخد من سلفانيا يعني علشان يبقى ممكن أنه هو يقدر يعني وديه اللي مواجه عليه تركيزه أكبر كمية أضايا واللي هو متفوق فيها 114 ألف صوت فرق إنما برضو الأخبار والتحليلات بتقول أنه عبرهم ليس صعبا فهنا التوجه بقى أكثر وضوحا على الأقل مما كان عليه الحال في الماضي طبعا أيضا المتابعة بتتابع نلاقي أنه العالم كله تقريبا جميع محطات الإزامة جميع المواقع الإلكترونية حتى لا يبدو هناك مللا من أنه المسائل عملة تتكرر حتى الجرافيكس والحاجات اللي زي كده الغريب شوية من المبارح للنهاردة أنه ترامب يعني في معدد تويتاته لم يظهر لم يظهر ودي بداية يعني شوية كويسة الأمر الأخير اللي عايز أقوله لأنه دايما الأخبار هي اللي حصلت واللي ما حصلتش إنه ما حصلش عنف ما حصلش عنف